اشتركوا في القناة 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 لا يرغب في تفتيت وحدة العالم الاسلامي ده وضع مصر قبل الحرب العالمية الاولى واحد يقول لي طب يعني فعلا كان المصريين متمسكين ده العثمانية كده اه ايه الدليل الدليل احنا خدنا مصطفى كامل الفصل الثالث كان متمسك بيه متمسك بالسيادة العثمانية كان بيروح يزور السلطان العثماني في تركيا وكلنا عارفنا الموضوع ده محمد فريد كانت علاقته حالي بالسلطان العثماني كل النضال المناضلين واللي كانوا بيقاوموا كانوا متمسكين بالدولة العثمانية وده دليل على انه احنا قبل الحرب العالمية الاولى كانوا المصريين متمسكين بالدولة العثمانية طيب وكانوا ضدوا الاحتلال البريطاني يا ترى مصر اثناء الحرب العالمية الاولى طبعا انتوا عارفين الحرب العالمية الاولى كانت بين كتلتين كتلة تتكون من دول بيسماء دول الوفاق وانجلترا وفرنسا ومعاهم روسيا وكتلة تاني بيطلق على الوسط اللي هي ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية دول كتلة ضد كتلة هنا لاحظنا حاجة حصلت أثناء الحرب العالمية الأولى إن الدولة العثمانية أعلنت الحرب ضد إنجلترا مع إن إنجلترا لما دخلت مصر واحتلت مصر قالت إن مصر وليه عثمانية ومعترفة لكن الحقيقة أول ما قامت الحرب وأول ما الدولة العثمانية أعلنت الحرب ضد إنجلترا انجلترا تجنينت بقى انتي ازاي تعلن الحرب ضدي طب انا بقى هنتقم هتعمل ايه قامت انجلترا بإلغاء السيادة العثمانية ملكي السيادة على مصر وإعلان الحماية البريطانية بدأت الحماية البريطانية على مصر سنة كم بدأت الحماية 1914 والاحتلال لا الاحتلال قبلها بشوية 1882 فكلمة الحماية ركز كلمة حماية لما تجي في الامتحان معناها مع الحرب العالمية الاولى طيب واي الغاء السيادة العثمانية على مصر ده مش كده وبس ده عزلت الخديوي عباس حلمي الثاني طب هو عباس حلمي الثاني بتعزله ليه ما هو الرجل كان كويس معهم في الفترة الاخرانية معاهده اصله في الفترة دي عندما قامت الحرب العالمية الاولى عمل علاقة مع تركيا او هو كان بيزور السلطان العثماني ودي سبب ان انجلترا قلت له انت بتزور عدو اللي بيحاربني في الحرب العالمية الاولى فقررت انها تشيل عباس حلمي الثاني الخديوي وتعين مين وتعين حسين كامل اللي هو عمه عم عباس حلمي بس المرة دي عينته يعني هنا عينته بفرامان عثماني اكيد لا لان خلاص اتلغت السيدة العثمانية امه العينته بقرار انجليزي فلما يجي لك اول اول حاكم مصري اتعين بقرار انجليزي في اثناء الحرب العالمية الاولى تقول له حسين كامل طيب حسين كامل حيبقى خديوي ما كلمة خديوي دي كلمة عثمانية ماينفعش هنلقابه بلقب سلطان عشان ايه عشان يفصلوا مصر نهائيا على الدولة العثمانية زي ما انت سلطان في تركيا احنا عندنا سلطان في مصر يعني هو زي وزيك يعني هو مش تابع ليك يعني مصر مش تابع للخلافة العثمانية او للدولة العثمانية ودي الضربة اللي وجهتها انجلترا للدولة العثمانية اذا السياسة الخارجية للدولة العثمانية لو اعلان الحرب على انجلترا هي سبب الغاء السيادة العثمانية على مصر طبعا هنا انتهى الحكم الظاهر للعثمانيين في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى تمام طيب يا ترى بعد معينة حسين كامل لقى بيته لقى بسلطان نسأل بقى أول سلطان لمصر حسين كامل في العصر الحديث يعني طب هو آخر خديوي لمصر عباس حلمي التاني السلطان هنا العثماني خلاص بقى شليه سيادة على مصر طيب بعد ما مات حسين كامل ما عادش إلا ثلاث سنين من 14 1914 ل 1917 وتوفى الله رحمه وتولى بعديه أخوه اللي هو أحمد فؤاد الأول اللي هو كان يلقى بالسلطان أحمد فؤاد الأول مصر تحولت من مجرد خديوية تابعة للسلطان إلى سلطنة تمام طيب الصور اللي انتوا شايفينها دي صور حسين كامل اللي هو العليمين اللي هو اللون ليه طربوش أحمر كده واللي على الشمال ده اللي هو أخوه أحمد فؤاد اللي ميسك من 1907 يريد تكتبه ده ميسك أحمد فؤاد من 1917 و 17 أثناء الحرب لحد 1936 الفترة دي كلها أحمد فؤاد ليه أنا بقول اكتبوها وركزوا فيها واكتبوا أن أحمد فؤاد كان حاكم مصر في الفترة دي لأنني هيجي يقول لك في أثناء مثلا 1922 كان مين بيحكم مصر 22 قاضي الفترة من 17 ل 36 تعرف على طول أن أحمد فؤاد يبقى أنت حددت كده الفترة دي من 14 ل 17 رجل على يمين ده اللي هو الحسين كامل اللي أول أنت لقى بلقب سلطان طيب أثناء الحرب العالمية الأولى يا ترى ماذا فعل الإنجليز في الشعب المصري عملوا إيه استبدوا استبداد شديد جدا بالشعب المصري بشكل باشع جدا يعني عملوا حاجة كتير قوي عملوا إجراءات اقتصادية وإجراءات سياسية وإجراءات عسكرية بحيث الشعب المصري شعر ب إهانة كبيرة جدا وشعر بمتاعب كبيرة جدا يعني مثلا من مظهر الاستبداد تجنيد المصريين قصرا قصرا بالسين يعني إيه قاهرا يعني إجباريا لخدمة القوات البريطانية مش كده وبس دي كمان صدرة المواشي والمحاصيل الزراعية والحبوب بأثمان بخسة بخسة يعني أثمان قليلة جدا وده يعتبر إيه إجراءات اقتصادية الاستلاع على القطن المصري بأسعار رخيصة وبقوا ياخدوه وطبعا بيبيعوه أسعار كبيرة ويودوها على المصانع بتاعتهم في أوروبا بيستفيدوا منه ده إجراء إيه ها سياسي ولا تأكيد اقتصادي رفع أسعار السلع والوقود والمواصلات وعدم رفع الأجور يعني أنت بتاخد مرتبك ثابت والأسعار عما لا ترتفع وبالتالي عانى المصريين معاناة كبيرة أثناء هذه الفترة اقتصاديا كمان فرض الأحكام العرفية يعني إيه الأحكام العرفية يعني ما فيش قانون هنعمل اللي أنا عايزه أعتقل أي حد بدون أي قانون وبالتالي محدش يحسبني لأن فرضت الأحكام العرفية تكميم الصحافة كلمة تكميم كده يعني إيه يعني منع الصحافة إنها تتكلم بحرية زي الكمامة اللي بتحطها كده بس دي معناها منع الصحافة إنها تقول أي رأي فيش رأي حر أيضا الإجراء السياسي اللي عملوه بتضم موسيل الشعب زي تشبه كده مجلس الشعب شوية خلاص يبقى فيه إجراء سياسي وإجراء اقتصادي دي كلها اسمها إجراءات إنجلترا أثناء الحرب العالمية الأولى بالشعب المصري طيب هو دلوقتي الإنجليز عملوه في الشعب مصري عملوه حاجة وحشة قوي قوي اقتصاديا وسياسيا زي ما انتو شفته كده كيفانه ياخدو شباب مصري في ميدين القتال يعني قصرا غصبا عنه عشان يخدم الإنجليز ده ما كانش بيحارب ده ما كانش معاه أسلحة ده رايح يخدم الإنجليز في ميدين الحرب فقتل عدد كبير جدا يعني مصر تضحات كبيرة جدا قدمتها أثناء الحرب العالمية الأولى في حرب لا ما قتلها فيها ولا جمل الجملة دي في ناس مش فهمها يعني ملاشها مصلحة ودخلت كده الحرب غصبا عنها وقحمت في الحرب يعني طيب السؤال بقى الأخطر والأهم وليه المصريين يعني مستنيين كده وصبرين يعني واستحملوا الأربع سنين مأسا ده بيقولك شعر المصريون أنهم في سجن كبير يعني فعلا سجن كبير طب ليه المصريين استحملوا أربع سنين ده حاجة غريبة شوية ليه المصريين ما عملوش بصورات أثناء الحرب العالمية الأولى ويعني إيه اللي خلاهم يستحملوا والله اللي خلاهم يستحملوا إن طريس الأمريكي ويلسون طلع أثناء الحرب العالمية الأولى أثناء الحرب والرئيس الأمريكي طبعا أمريكا دخلت الحرب معهم بعد كده فعايزة تجذب الشعوب العربية إلى جانب الحلفاء فقررت أو اللي هو الوفاق يعني فقررت أنها تعمل إيه إنها تقول للشعوب إيه رئيس الأمريكي ويلسون طلع قال لك مبادئ أمريكا مبادئ الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ رئيس الأمريكي ويلسون إيه عمل مبادئ بتاعتك عندنا 14 مبدأ طب قول لنا تقرير المصير يا جماعة عايزين نعمل تقرير المصير يعني إيه يعني من حق كل دولة عربية زي مصر مثلا أنها تقرر مصيرها عايزة إيه مصر عايزة استقلال خلاص يا ستي قرر مصيرك استقلال يبحق كل دولة في تقرير مصيرها ده كان كلام الرئيس الأمريكي ويلسون كمان المبدأ التاني اللي هو أنه تأليف حاجة جديدة هنعملها بعد الحرب إن شاء الله اسمها عصبة الأمم أول ما الحرب تخلص هنعمل منظمة اسمها عصبة الأمم أي عصبة الأمم دي عبارة عن منظمة هتحل المشاكل سلميا بين الدول بدلا ما تقوم حرب عالمية تانية احنا نحل المشاكل يعني لو أنت يا مصر عندك مشكلة مع أنجلترا يكفي أنك تروحي لعصبة الأمم اللي هنعملها إن شاء الله بعد الحرب وتقول لهم أنا عندي مشكلة مع أنجلترا هنحلها سلميا يبقى كده المصيرين شعروا إن إيه الأمل موجود وإن الاستقلال قريب بس الحرب تخلص ونستحمل فقرر المصريين يستحملوا عشان كده أربع سنين مفيش أي محاولات إنها يعملوا صورات مثلا طيب يبقى لما نقول ليه رئيس أمريكا عمل كده لجذب الشعوب الشعوب العالم للتحالف معها ضد ألمانيا وتركيا والنمسا اللي هي بنقول عليها دول الوسط ده تقعب عن صورة الرئيس الأمريكي ويلسون اللي وعد الوعد ده طيب يا ترى الوعد ده كان ليه نتيجة آه كان ليه أثر على المصريين أنه أعطاهم أملا في التحرم من الاستعمار بعد الحرب واعتقد الجميع زي مقلت لكم أنه يكفي فقط أن مصر تروح تعرض قضيتها على وصفة الأمم تحصل على استقلال على طوال ده أثناء الحرب طيب الحرب خلص مين اللي انتصر ومين اللي اتهزم اللي انتصرت إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا على مين على الدولة العثمانية وألمانيا والنمسا يعني الدولة العثمانية تهزمت يا جماعة آه هنا المصريين بدأت تفكيرهم يتغير بعد ما كان قبل الحرب العالمية الأولى متمسكين بالسيادة العثمانية إحنا أسيادنا العثمانين لا 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 إحنا عايزين نتخلص من السيادة العثمانية وعايزين نتخلص من الاحتلال البريطاني ولا عايزين إيه عايزين دولة مستقلة تماما وكلمة تماما دي يعني لا احتلال إنجليزي ولا سيادة عثمانية ونبقى سيادة مصرية احنا الدولة العثمانية اللي بتحمينا اتهزمت يبقى احنا نحمي نفسنا ونعمل قومية خاصة بنا كلمة قومية يعني مجموعة من الناس بيجمعهم أرض وحدة تاريخ واحد لغة وحدة فاحنا كمصريين قلنا احنا أمة وحدة أمة وحدة يعني ايه مسلمين ومسيحيين ومش عايزين حاجة من بره مصر واللي يحكمنا حاكم مصر اذا فكرة الجامعة الاسلامية اللي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الاولى الفكرة اللي كانت سائدة واللي كان بيقيدها السلطان العثماني عبد الحميد واللي بيقيدها محمد عبده بيقيدها مصطفى كامل بيقيدها محمد فريد بيقيدها كل الناس اللي كانوا قبل الحرب العالمية الاولى فكرة جامعة اسلامية تجمع المسلمين تحت خلافة عثمانية الفكرة دي بعد الحرب العالمية الاولى انتهت وباقت الفكرة لا لا احنا عايزين نعمل قومية مصرية جامعة مصرية مصريين فقط وأي حد برا المصريين لا يعني حكومنا حاكم مصري إذن هزيمة الدولة العثمانية هي سبب تحاول المصريين في التفكير بتاعهم إنه هم يبقوا قومية مصرية إذن تبلورت الحركة الوطنية تبلورت يعني ظهرت بوضوح حول فكرتين أساسيتين الفكرة الأولى إنهاء الاحتلال البريطاني نهائيا يعني يمشي خالص شكرا وكمان إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة ذات سيادة مصرية مش سيادة عثمانية طيب تعالوا نشوف كده صور 19 هي حصلت إزاي أولا بعد الحرب ما انتهت في نوفمبر 1918 اتفقت الدول اللي انتصرت والدول اللي اتهزمت يا جماعة إحنا هنعمل مؤتمر للصلح هنصلحة خير يلا نعمل صلحة عشان إيه نساوي العلاقات اللي بينهم فقالوا هنتفقوا هنعملوا مؤتمر الصلحة هنعملوا امتى يا جماعة في شهر يونيو شهر ستة يعني شهر يونيو 1919 يعني بعد 8 شهور بانتهى الحرب هنحضر كده ونعمل المؤتمر إن شاء الله في شهر يونيو والمؤتمر ده عشان نعمل صلحة بين الدول وننظر في تسويات الحرب الدول اللي تضررت واللي انتصرت واللي الدول اللي كانت هي المعتادية ونقعد نصف الحكاية اللي بينا ونعمل صلح ويا جماعة أي دولة في العالم عايزة لها طلب عايزة تقدم قضيتها تشرح قد تفضل تحضر مؤتمر الصلح فاحنا طبعا مصريين عايزين يحضروا مؤتمر ده المؤتمر ده حيعقد فين إن شاء الله وحيعقد في باريس سنة كام؟ 1919 شهر يونيو طيب المؤتمر ده احنا لازم نحضره كمصريين عشان نعرض فيه قضيتنا عشان نقابل رئيس الأمريكي ويلسون اللي احنا صدقناه على فكرة الشعب المصري نزل في مظاهرات أثناء الحرب العالمية الأولى يؤيد ويهتف لرئيس الأمريكي ويلسون إن الراجل اللي قال لنا هنديكم استقلال لكم بس تصبروا بعد الحرب فقررنا إن احنا نسافر باريس عشان نحضر مؤتمر الصلح مين اللي قرر بقى وفد مجموعة من المصريين واحد اسمه ساعد زغلول من هو ساعد زغلول اللي احنا موجودين النهاردة في المكان اللي هوك بينتمي إليه اللي هو حزب الوافد أولا ما كانش في حزب الوافد القصة كلها ابتدت بإن ساعد زغلول ده كان وكيل الجمعيات تشريعية ومعه مجموعة من رفقائه واحد اسمه شعراوي علي شعراوي عبد العزيز فهمي قرروا إنه روح يقابلوا المعتمد البريطاني اللي هو ما بقاش معتمد بريطاني بقى مندوب سامي بريطاني حتقول لي ما إحنا كورومار كنا نروح على المعتمد البريطاني وكيتشنر معتمد ما إيه مندوب سامي ما خلاص بقى مصر بقت حماية حماية انجليزية يعني ما بقتش سيدة عثمانية بقت حماية بريطانية فبقى اتغير لقب المعتمد بقى اسمه مندوب واتغير لقب الخديو بقى اسمه السلطان راحوا للمندوب السامي البريطاني اللي هو وينجت السير وينجت وقال له لو سمحت يا وينجت تدينا اذن بالصفر الى انجلترا عايزين اقابل الحكومة بتاعتكم في بريطانيا عشان تدينا تصريح نسافر باريس ونروح نحضر مؤتمر الصلح وينجت طبعا بصلهم باستغراب وقال لهم انتم لا تمثلون الشعب المصري هو انتم الشعب اختاركم يعني هو اي حد يجين اصفروا يعني انتم في جامعة وتوكلات من الشعب عشان اسفركم وعلى كده رفض ان هو يتفاوض معه ولا يتكلم معه خرج سعد الزغلول من عنده هو من المجموعة بتاعته وقرروا يعملوا حاجة رائعة جميلة جدا عظيمة جدا تدل على وعي الشعب المصري ازاي قرروا يعملوا حاجة اسمها هيئة الوفد اسمها ايه هيئة ركزوا على الهيه اللي في الاول كده انا ليه بعملوا الهيئة كذا مرة لان في بعد شوية هتكلم عن حاجة اسمها لجنة الوفد دي غير الهيئة الوفد فلو انت معك وراء وقلم دلوقتي اكتب هيئة الوفد وجنبها لجنة الوفد دي حاجة ودي حاجة ايه الهيئة دي عبارة عن مجموعة من المصريين على رأسهم سعد الزغلول وعبد العزيز فهم وعلي شعراء ومجموعة حنشوف صورهم دلوقتي المجموعة دي قررت انها تروح تقابل مين تقابل وينجت المجموعة دي بعد ما خرجت من عند وينجت قرروا يعملوا هيئة الوفد وهيئة الوفد دي بدأوا ينضموا لهم شباب كتير جدا جدا عشان يساعدوهم وبدأوا يجمعوا توكيلات يعني يعدوا على كل واحد يمضلنا توكيل بان انك انت موافق على وكالة الوفد ده برئاسة سعد الزغلول عشان يروح باريس ويعرض القضايا المصرية المصرين بقوا يمضوا 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 في الأقاليم يطلعوا في القرى الشباب انتشروا بتوع الوفد وبدأوا التوكيلات تنتشر ويمضوها بسهولة وبسرعة ايه ده ايه ده دليل على ايه دليل خلي بالك دليل على ايه على وعي الشعب المصري طب وهو سعد الزغلول هو اللي عمل الوعي ده لا طبعا الوعي ده بيجي بالتراكم يعني مش فجأة كده اقولك النهاردة هعمل وعي فيحصل وعي ومال مين عمل وعي اللي خلى الناس ويفت مع سعد الزغلول وخلى الناس جمعت التوكيلات عارفين مين طبعا هترجعوا شوية ورا مصطفى كامل مصطفى كامل بدأ الوعي محمد فريد هتقول لي بدأ الوعي ازاي مش محمد فريد عمل مدارس ليلية عشان يواعي الناس مش مصطفى كامل عمل نادي المدارس العليا عشان يواعي الناس مصطفى كامل كان بيعمل خطب حماسية يواعي الناس خلوا بالكوا يا جماعة ده احتلال خلوا بالكوا تتعاونوا مع الانجليز وعبالما الشعب خد وقت كده بقى عنده وعي كامل ايام تسعتاش بعد الحرب واللي تزود الوعي اللي حصل أثناء الحرب العالمية الأولى لما الوعي زاد بدأت بقى موقف الشعب المصري من التوكلات وعي كامل جدا طيب أصبح الوافد هنا بقى ممثلا قانونيا للأمة المصرية في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين طيب يا ترى موقف إنجلترا من التوكلات دي ايه طبعا وينجت الجنن ايه ده اللي بيعملون مصريين ده وإيه اللي مجرد مساعد يقول لهم يمضوا على التوكلات كلهم يمضوا كده مرة واحدة دي كانت حاجة يعني أزهالت بريطانيا لدرجة إنجلترا يعني وينجت يعني خرج عن أعصابه وقرر القبض على أي حد بيجمع توكلات وقبض على سعد الغلول والوافد اللي معاه ونفاهم إلى جزيرة ملطة في مارس 1919 وهي هنا بقى اشتعلت ثورة الشعب المصري اللي هي ثورة 1919 وكانت الفكرة الرئيسية إنها عايزة تقضي على إيه عايزة تقضي على فكرة الجامعة المصرية مش عايزة فكرة المصريين يتحدوا بقى ومسلمين ومسيحيين لا 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 مش عايزين كلام ده احنا عايزين يفضل الشعب المصري كده تاية لكن الشعب المصري أثبت خطأ تصورها لأن هذا الاعتقال أشعى على نيران الثورة إذن نيران الثورة اشتعلت السبب المباشر كان إيه نفي سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة ملطة بقول عليه السبب المباشر السبب اللي خل الصورة تشتعل لكن الأسباب الحقيقية كثيرة جدا اللي عملته إنجلترا أثناء الحرب العالمية الأولى الوعود اللي وعدتها الوعود اللي رئيس الأمريكي ويلسون وعدها ولم ينفذها فطبعا كل ده كان حاجة خلت المصريين تشتعل الصورة طيب يبقى عندي سبب حقيقي أسباب حقيقية وعندي سبب المباشر الصورة صورة 19 أحداثها عملت إذا اندلعت المظاهرات في القاهرة وانتقلت الأقاليم فاكرين الموضوع ده حصل يجي أقولك عايزين نربط بقى نربط الأدين بالجديد إيه الصورة اللي حصلت في مصر وبدأت بالقاهرة وانتقلت الأقاليم صورة 19 ايه صورة في صورة تاني زيها اه في صورة تاني ها رجعوا الوراء كده اجرعوا كمان رقعوا كمان تاني هتلاقوا الصورة صورة القاهرة الأولى اللي كانت ضد الحملة الفرنسية ضد النابليون اللي بدأت في القاهرة في الأظهر وانتقلت في الأقاليم برضو أنا عندي تشابه من صورة 19 وصورة القاهرة الأولى اللي بدأت في القاهرة وانتقلت الأقاليم ايه بقى المظاهر المقامة المظاهر المقامة كانت عنيفة جدا احنا كنا نعمل الصورة بعنف وبيسموها مظاهر ايجابية الاجابية معنا العنف طيب يعني عملنا ايه يعني مثلا اندلعت المظاهرات طلبة عمال فلاحين تعطلت حركة المواصلات اشتبك الصور مع مركز البوليس انتقلت صورة الأقاليم الفلاحين ده معاملوا حاجة عظيمة يا جماعة الصورة دي فيها اجداع فيها ابتكار الفلاحين بقوا مقطعوا خطوط السكك الحديدية عشان الانجليز ما يتواصلوش بعض والبعض كان بيقطع خطوط التليفون والتليغراف عشان ما يتواصلوش بعض لدرجة بعض البدن والقرى استقلت فعلا يعني مثلا مدينة زفتة في حفظة الغربية طردوا الانجليز تاريخ عظيم لمدينة زفتة طردوا الانجليز من مدينة زفتة واعلنوا انها زفتة حرة مستقلة وبالتالي قدروا المصريين يعملوا ثورة عنيفة جدا ثورة عظيمة ثورة فيها ابداع وفكر طيب بدأوا يشكلوا لجان ثورية يعني يجوا مثلا الشباب كل حارة وكل شاركة يكونوا لجان ثورية جمعوا على الانجليز طيب الثورة دي كانت عنيفة جدا مش كده الثورة دي المؤرخين بيوصفوها بثلاث أوصاف ثلاث أوصاف الوصف الاولاني انها ثورة شعبية شاملة هتقول لي شعبية شاملة ليه بقول عليها شاملة هقولك لان هذه الثورة شاملة كل طواقف الشعب المصري العمال فلاحين المثقفين الأفندية طلاب المدارس النساء الرجال المسلمين المسيحيين مين كل الطواقف يعني كل الطواقف كيت إيجابية اه اه والله كيت إيجابية يعني ايضا لكم مثلا النساء المرأة إيجابية العمال الفلاحين إيجابية العمال الطلاب المدارس طبقوا منزلوا ايه الإيجابية العظيمة دي ايه الثورة الشعبية الشاملة دي ده أول لفظ يطلق على ثورة 19 فيه لفظة آخر بيطلق عليها أول ثورة قومية ما هي قومية الشعبية لا قومية دي القوم اللي عايشين في مصر لهم مين المسلمين والمسيحيين هتقول لي يعني ليه المسلمين والمسيحيين أعلنوا وقفهم جنب بعض ده مش أعلنوا وقفهم وجنب بعضه ده عاملوا علم عليه الهلال والصليب ده مش كده وبس ده كان الشيوخ المشايخ المسلمين يدخلوا الكنائس الكنيسة المرقصية الكبرى المعروفة كانوا يوقفوا في المسبح والشيخ يخطب كانوا القساوسة يدخلوا على الجامع الأظهر يطلعوا على المنبر القسيس ويقول خطبة جامدة جدا ده عملية كوكتيل كبير قوي بالمسلمين والمسيحيين ويحن طوله عمر المسلمين والمسيحيين مع بعض فيش أي حاجة حصلت لكن بيحصل أن الاستعمار أو الاحتلال لما بيحب يضعف دولة يحاول يعمل فتنة حاول الإنجليزي أنهم يزرعوا فتنة لكن الحمد لله ودائما مصر محمية من الفتن اللي من النوع ده فشلوا في ذلك وأثبتنا لهم أن احنا ما بيتضحكش علينا عشان كده انتشرت الصورة صورة قومية بدأت بداية تكوين الأمة المصرية التي لا تفرقها العصبيات ولا تفرقها الطائفية أمة واحدة مسلمين ومسيحيين أمة مصرية طيب أيضا في وصف تاني بيطلق على الصورة أنها أخطر تطور اجتماعي تطور اجتماعي في إيه مجتمع تطور إزاي تطور المرأة التي كانت لا تخرج والمرأة التي كانت لا تظهر والمرأة التي كانت يعني ترتدي معظم النساء كانوا يرتدوا النقاب إيه اللي حصل في صورة 19 النساء خرجت في الشوارع النساء شاركت في الصورة النساء شاركت بمظاهرة تزيد على 300 امرأة كان منهم اللي بتقودهم وده شعراوي يعني كان فيه صورة نسائية كبيرة مع المصرين يعني دور إيجابي للمرأة ده كمان نزلت المرأة تشارك الرجال في وضع المتاريس فأصبح للنساء دور إيجابي في المجتمع ده تغير اجتماعي يعتبر أخطر تطور اجتماعي فلما أقول تطور اجتماعي ما أقولش بقى مسلمين ومسيحيين لا أقول المرأة هي اللي شاركت طيب طبعا العنف كان هو الكلمة الأولى في الصورة بالنسبة للمصريين إنجل ترى تعمل تعمل تواجه العنف بعنف أشد غباوة يعني بدأت مش 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 تتواجه العنف بعنف عادي يعني ده كانوا يطلعوا بالطيارات ينزلوا بالقنابل على القرى والمدن كانت حاجة غباء شديد جدا ضرب نار حي على المصر كتير جدا يتقاتلوا في هذه الصورة يعني ده اللي قدامنا دول اللي هما الوافد اللي كان مسافر اللي مع سعد زغلول بيبقى لنا سعد زغلول وعلي شعراو عبد العزيز فهمي والمجموعة اللي هي بتمثل الوافد اللي هي النوال أولى لحزب الوافد اللي احنا بنزيع من عنده هنا طيب رد فعل الشعب المصري بقى يا ترى خلاص بقى احنا خدنا ضرب بقى وقنابل وقرى بتتفجر وبيوت بتقع نسكت كيفا كده تعبنا لا 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 متعبش متعبناش متعبناش اللي ايه الجلاء عن الانجليز عن مصر مش بابلاش طيب رد فعل للشعب المصري لا مش هنوقف الثورة احنا هنغير شكل الثورة هنغير طبيعة الثورة ابداع يا جماعة بقول لكم الثورة كانت فيها ابداع ايه هنغير هنعمل ايه هنعمل ايه مقاومة سلبية مش احنا عملنا مقاومة ايجابية لا احنا عمل مقاومة سلبية سلبية يعني ايه الاضراب عن العمل مش هنروحش كلنا كل مصر مش هتروح شغلها اضراب عن العمل اه ومقاطعة البضاعة الانجليزية مش هنشتري اي حاجة انجلترى بتنتجها عشان نخليهم ينداموا عشان نخليهم يزهقوا عشان يخليهم يتفاشوا طب ايه تاني قال لك كمان في جامعيات سرية بقى هنرجع تاني للجامعيات السرية انجلترى مقدرتش على الموضوع ده قالت لا مش هينفع اننا نتعامل بالشكل ده الثورة لازم تقف عشان يوقفوا الثورة عملوا ثلاثة اجراءات الاجراء الاولاني ان هم افرجوا عن ساعد زغلول وسمحوا لقوا بالصفر الى باريس كمان هو والوافد اللي معاه من مجموعة اللي معاه طب حلو جميل جدا يعني السبب لمباشر للثورة انجلترى قالت خلاص انا هفرج عن ساعد زغلول بس الاجراء التاني سد الطريق امام ساعد زغلول يعني هنخلي يفشل ازاي خلي يفشل انجلترى راحت في المؤتمر الصلح اللي هم في باريس اللي هيحضروا رئيس الامريكي ويلسون اللي كنا مسدقينه واحضروا الحكومات الاوروبية كلها هنروح ونقول لهم القضية خدوا اعتراف من كل الدول الاوروبية في المؤتمر الصلح بالحماية بحيث لما يروح ساعد زغلول ويحضر مؤتمر الصلح يلاقي يصد منهم كلهم ويلاقي عدم اعتراف بان مصر تبقى مستقل طبعا فعلا ساعد زغلول راح وفشل في مؤتمر الصلح في باريس وثبت لنا ان الدول الاوروبية لا تعمل الا اليه ها صح مصلحته الناس دي بتوع مصلحته وبس يقول لك سلم عليه وتعدي صوابعك لحسن يكون خاتح حاجة بسوء مصلحتهم المهم ساعد زغلول لما فشل هناك هل رجع على مصر على طول لا ساعد زغلول قال انا فشلت مع الحكومات صحيح بس انا هخاطب البرلمانات هو فيه فرق طبعا الحكومة اللي هي الحاكم البرلمان اللي هو المجالس اللي بتجيب الحاكم المجالس النواب اللي اصلا هي اللي بتجيب الحكام وبالتالي قرروا انه هم قرر ساعد زغلول يخاطب البرلمانات بتاعة اوروبا عسى ان يجد صادة يعني فالرجل ما ارجعش وما يقس وفضل يقاوم قبل ما يسافر ساعد زغلول من مصر عمل حاجة ضريفة قوي عمل حاجة نفعيتنا قوي ايه كون لجنة اسمها لجنة الوفد قبل ما يسافر ايه حكاية لجنة الوفد دي هنعرف موضوع لجنة الوفد مهمة جدا اللي تختلف عن هيئة الوفد ايه حكاية لجنة الوفد يا جماعة هي ساعد زغلول قبل ما يمشي قبل ما يروح باريس بقى قبل ما يسافر باريس ويفشلوا الكلام ده هناك ساعد زغلول لو سافر باريس مش هيعرف يتصل بالمصريين هيعرف مخبرهم منين مش هيعرف يديهم اوامر للمصريين اللي هنا انه يعملوا ايه طب يعمل ايه عمل شكل لجنة اسمها لجنة الوفد وكان السكرتير بتاعها اسمه عبد الرحمن فهمي كاية مهمة لجنة الوفد انها هتخاطب ساعد زغلول برسائل سرية هو يبعت لهم وهم يبعتوله عشان يبقى فيه تواصل يعني معنى كده ان ساعد زغلول كان بيقود الحركة الوطنية وهو في باريس مش هنا بس فبدأ يبعت رسائل للمصريين لعبد الرحمن فهمي سكرتير الوفد في الوقت ده انجلترا في الوقت ده اللي هو في ساعد زغلول بيحاول هناك في باريس انجلترا انها تبعت لجنة لقناع الشعب المصري بالحماية البريطانية اسمها لجنة ميلنر اللي هو الرجل اللي قدامكم ده اسمه ميلنر لجنة ميلنر جاية ليه جاي عشان تقنع الشعب المصري بالحماية وإغراءات بقى يقدموها للشعب المصري وحان يعمل لكم وإيه وكمان يتخلوا عن وكالة ساعد زغلول وهم كانوا عايزين يضربوا الحتة دي بقى انه ما يبقى شواء ساعد زغلول هو الوكيل للأمة ويبتدي الشعب المصري هو اللي يتكلم فييتوه الموضوع الكلام ده وصل ساعد زغلول بعد رسالة سرية لعبد الرحمن فاهمي الله يرحمه وقال له خلي بالك ان في لجنة ميلنر جاية ساعد عبد الرحمن فاهمي سكرتين الوفد جمع الشباب الوفد وبدأ يعمل جمع نقابات العمال استعام بنقابات العمال اللي هي كان محمد فريد يقول لك فيه تشابه بين عبد الرحمن فاهمي ومحمد فريد محمد فريد عمل لقابة الصناعية اليدوية اللي هم العمال ففيه تشابه ربطنا هو هنا بقى طبعا لجنة الوفد عملت دور كبير جدا في انها وعد شعب المصري منشورات الناس بتعرف شباب الوفد انتشر في كل حتة الشعب عرف بلجنة ميلنر اول ما وصلت لجنة ميلنر فشلت فشل زريع لان الشعب المصري كله قاطع لجنة ميلنر مظاهرات نزلت في كل حتة في مصر حتى طلاب المدارس بقى يهتفوا نقاطع لجنة ميلنر وبالتالي لجنة ميلنر فشلت ورجعت الى الحكومة بتاعتها قلت لهم مش هينفع نعمل اي حاجة الا ان احنا تفاوض مع ساعد زغلول دمكوا على الشاشة اعمال السكرتير عبد الرحمن فهمي قام بتكوين جهاز سري من الشبان المتحمسين قام بتنظيم حركة الشعب المصري تأسيس النقابات العملية مقاومة العناصر معادي الوفد كل دا عملوا الله يرحمه اللي هو صورته موجودة عندنا عبد الرحمن فهمي تمام طيب نتائج فشل لجنة ميلنر انه ميلنر قال لك لازم نتفاوض مع ساعد زغلول صورة دي صورة حقيقية من صورة 19 ومشاركة النساء في هذه الصورة في هذا الوقت وكان تطور اجتمعي زي ما قلتلكم طيب بدأت بقى خلاص احنا نتفاوض مع ساعد زغلول لان فيش حل غير كده طيب يلا نتفاوض مع ساعد زغلول هنعمل مفاوضات المفاوضات دي خدت مرحلتين احنا عادنا نتفاوض معهم يا جماعة تخيلوا 16 سنة وخمس سنين عادنا نتفاوض معهم مرت مرحلتين مرحلة الاولى اللي هي من 1920 ل1936 16 سنة بنتفاوض شوف طول البال بتاعنا بقى 16 سنة بنتفاوض معهم وانتهت بمعاهدة اسمها 36 المرحلة التانية من 46 ل51 عادنا نتفاوض خمس سنين وانتهت بإلغاء معاهدة 36 يلا نشوف اول مفاوضات ساعد زغلول مع ملنر ساعد قعد مع ملنر ساعد بيقول له عايز استقلال تام كامل داخلي وخارجي يعني ايه داخلي يعني تمشو من البلد ويعني ايه خارجي اعمل اي معاهدات وعلاقات مع اي دولة انا حر ملنر رد عليه وقال له بص احنا هنديك استقلال على الورق سوري ازاي يعني يعني احنا هنديكو هتبقى مصر دولة مستقلة هنقول كده مصر دولة مستقلة بس الحقيقة احنا مش هنمشي من مصر ليه مش هتمشي من مصر عشان والله عشان نحمي مصالحنا ونحمي الاقليات نحمي الاقليات مين الاقليات يقصدوا بهم المسيحيين ويقصدوا بهم شوية الاجانب اللي في مصر طب تحمي الاقليات هو الاقليات اشتاكوا هو المسيحيين اشتاكوا لك لا ما اشتاكوش بس انا احمل اقليات عارفين ايه هدفه من انه هو يقول لي سعد زغلول احنا قاعدين في مصر عشان نحمي الاقليات بيزرع الفتنة عايز يفاهم المسيحيين ان احنا نحميكو الله وهو احنا اشتاكل لك احنا حلوين مع بعض يا عم لا هو ده اللي حصل قالوا احنا ايامش هنمشي من مصر هنقض عشان نحمي الاقليات وعشان نأمن مصالحي في نفس الوقت انتو ما تعملوش اي علاقة مع اي دولة مش من حقكم حلما ان مصر من عمل اي معادات مع اي دولة يبقى انت لا استقلال داخلي ولا خارجي انت بتضحك علينا فشل فسعد زغلول قال له لا شكرا المفاوضات دي ما تنفعنيش وفشلت المفاوضات واشتعلت الثورة وتم القبض على سعد زغلول مرة تانية وتنفع لجزيرة سيشل هو واللي معاه وهنا نفي سعد زغلول كان فيه حاجة غريبة كده كانت بتتكلم وتنفع ليه المرة دي لأ المرة دي تنفع عشان انجلترا ناوية تعمل حاجة مش عايزة سعد في المشهد ناوية تعمل ايه عايزة تهدي الشعب المصري وتبعد سعد فعملت حاجة اسمها تصريح من جانب واحد عشان كده نافت سعد تصريح من جانب واحد اللي هو جانب انجليزي تصريح اسمه تصريح 28 فبراير تصريح ده من جانب واحد انجلترا بتعلن فيه ان مصر دولة مستقلة وان مصر مش هتبقى سلطانة هتبقى مملكة زينا احنا انجليز مملكة انتوا كمان هتبقوا مملكة ومصر بقى هتعمل لها دستور ومجلس نواب وانتخابات يا عم وحتعيشوا اهل عيش حلو والله يعني كلام جميل قالوا لا استنوا منكمل كلامنا كامل بس طب كامل يا عم قالك بس لينا اربع شروط شروط احنا كده حلوين ليه شروط اه لينا اربع شروط اربع تحفزات ايه يا عم الشروط حق انجلترا في الدفاع عن مصر احنا اندفع عنكم هما ليه بيقولوا كده قالك ليبرروا عدم وجود جيش مصري تيجي انت دولة مستقلة عندك جيش مصري بقى لا متعملش جيش مصري ليه ما احنا اندفع عنكم يا عم مش عايزك دفع عني لا ده شرط او من جانب واحد وحنا بنتكلم اذا الدفاع عن مصر كان مبرره مش يدفع عننا حاجة اني بقىش فيه جيش مصري فيه دولة محترمة مستقلة ملهاش جيش طيب اتنين حق انجلترا في تأمين المواصلات البريطانية مواصلات البريطانية ليه قالوا كده يبرروا وجود جيش انجليزي احنا عادينا عشان مواصلاتنا بس والاقليات نحمي تالت حاجة حق انجلترا في حماية المصالح الاجنبية مصالحنا طب وديه تبرر ايه التدخل اجنبي كل شوية تدخلوا بقى تدخلوا وتدخلوا تدخلوا ليه احنا دولة مستقلة لا احنا مندخل عشان نحمي مصالحنا رابع حاجة البقاء في السودان تعارفين السودان دي مصري فالبقاء في السودان دي يعني معنا كده مش هتسيب السودان يعني انت محتلنا بقى يعني مش هتسيب السودان وسودان جزء من مصر اذا الاربع تحفزات دي تعني ايه انه مفيش استقلال وبتحكوا علينا واستقلال سوري وده ملوش اي لازمة وعشان كده الشعب رفضوا الشعب رفضوا عشان التحفزات الاربع طب والحكومة كان عب خلق قصر واطل الله رحم ووافق الحكومة وفقت لي قالك اه احسن مفيش اي خطوة اي حاجة احسن يعني هنعمل دستور ونعمل انتخابات واحسن من الاول ده قرار الحكومة عشان كده يقول لك ايه الحكومة كانت تتعارض مع الشعب المصري بالنسبة لتصريح 28 فبراير ده سؤال مقالي واضح هقول له اصل شعب رفض عشان التحفزات الاربع والحكومة وفقت عشان فيه مميزات طبعا هنا طالما قاله هنعمل دستور هيتعامل دستور وده يمكن اكبر ميزة في في تصريح 28 فبراير انه هيتعامل دستور ودستور معناه انه هينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحيبقى فيه انتخابات وشعب هايختار احنا هنكتفي بالقدر ده عشان نحل شوية مع بعض انا عايز نحل مع بعض شوية اسلة ونشوف نفسنا كده يا طرف هين نفع في مناش انت زي ملتلك معاك ورقة وقلم تحل معايا ونشوف كده في اخر الحلقة عملت سؤالين مسابقة اللي ان شاء الله هيجاوبها هيبعت لنا وان شاء الله هنكرمه طبعا في الحلقة الجاية ركزوا معايا هنعمل لكم فجأة ان شاء الله الحلقة الجاية بإذن للفصل الرابع هنرجعوا كله جايب لكم مجموعة اسئلة مطابقة لمواصفات امتحان هذا العام المتحان للوزارة بتضبط هيبقى مطابقة لمواصفات اللي اعلنتها الوزارة وان شاء الله نتدرب عليها مع بعض الحلقة الجاية على طول ننتظرونا قريب قوي هننزل الحلقة فيها كل الفصل الرابع اسئلة مهمة جدا هتسجلها وتتفرج عليها مرتين ثلاثة وان شاء الله هتستفيد بإذن الله يلا مع بعض الاسئلة السؤال الاولاني اثر اعلان الدولة العثمانية هالدخول في الحرب العالمية الاولى ضد انجلترا بشكل كبير على ايه على وضع مصر اثر على وضع مصر انا عايزكم لو سمحتوا ما حدش يبص على الاختيارات خالص فيه ناس بتقرأ السؤال وتبص على الاختيارات على طول من غير ما تستوعب السؤال السؤال عايزة مش استوعبتش بص على اجابات هتتلغبط هتتلغبط اكتر لا لا ما تبصش على اجابات خالص انا بقول كده لكل طلابي ما حدش يبص على اجابات نشوف السؤال اول العايزة نفهمه بعد ما نفهمه نختار الدولة العثمانية علانة الدخول في الحرب العالمية الاولى اه ده اثر على وضع مصر ايه مش لما علانة الحرب العالمية الاولى انجلترا لغت السيادة العثمانية واعلانة الحمال البريطانية طيب اداء ايه ده وضع ايه ها اهو صح الوضع السياسي اثرت على الوضع السياسي ده السؤال الاول معنا السؤال التاني نصيحة بص في السؤال ما تبصش في الاختيارات بعد استوقت السؤال ترتب على سياسة الدولة العثمانية الخارجية في الحرب العالمية الاولى عن سياسة الدولة العثمانية الثالثية هي مريك theresena been the way the foreign crisis السياسة الخارجية معناها شي بش говорige واحدة المعهدات اذا ساكمت السياسة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى إنها إعلان الارب ضد انجلترا هي ايه زيادة تمسك المصريين بفكرة الجامعة الإسلامية ولا تحرير مصر من الاحتلال البريطانية عسكريا ولا تغير الأوضاع في مصر من النواحي السياسية ولا خلق جبهة موحدة بين مصر والدولة العثمانية أنا برضو ممكن استبعد عشان أشوف إيه اللي ممكن يمشي معنا يعني دولة العثمانية لما علانت الحرب على أنجلترا زاد تمسك المصرين بالجامعة الإسلامية أو كانوا متمسكين بالجامعة الإسلامية بس ما زادش ولا حاجة ما لديش علاقة بأن الدولة العثمانية علانت الحرب طيب هل تحرير مصر من الاحتلال البريطاني لا تقلق لكان Neither علاقة خالص لان الدول العثمانية لما علاقات الحرب مش نتيجتها ان مصر تحررت طيب هل تغيروا الاوضاع السياسية في مصر من ناحية السياسية مش تغيرت الاوضاع السياسية مش مصر بقت سلطنة بعد ما كانت خدوية مش عابس حلم الحاكم تغير وجعها واحد تاني لوحسين كامل يبقى الوضع السياسي تغير يبقى تغير الاوضاع في مصر من النواحي السياسية دي طيب احنا زي ما قلتلك كده نستبعد السؤال اللي بعدين ظهرت فكرة القومية المصرية لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نتيجة ايه؟ فكرة القومية المصرية ان هو ان يبقى مصرين مع بعض مسلمين مسيحيين ومن لاش دعا بالجامعة الاسلامية ظهرت ليه؟ يا ترى ليه؟ انا ممكن اقولي الاجابة من غير مختار هي ظهرت ليه؟ لان الدولة العثمانين هزمت في الحرب العالمية الأولى صح؟ تعالوا نطلع كده هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى من الاختيارات دي؟ يعني مثلا التغيرات اللي هيطلعت على الدولة العثمانية؟ هيمانة الدولة الاستعمارية على المشرق؟ محاربة مصر لفكرة الجامعة الاسلامية؟ رفض المصريين حق تقرير مصير مش عايزين تقرير مصير يعني؟ هي ظهرت ليه؟ هي الاجابة اللي هي في الكتاب عندكو بسبب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى طب اختار ايه؟ فين هزيمة الدولة العثمانية؟ أول اختيار نفعت انجلترا وظيفة المعتمد البريطاني الى الوظيفة أخرى او ياسمها المندوب التهمت الان عن انت بعد ايه امتى رفعت من المعتمد للمندوب السامي اول ما اعلان حمال بريطانية ولا عزل عباس حلمي التالي تم عزلوه الوظيفة المعتمد تغيرت ولا انتهاء الحرب لما انتهيت الحرب خالص ولا اعلان احكام العرفية طبعا انتهيت الحرب خالص لا دي كيت اثناء الحرب يعني ها تمام يلا كده نشوف المفاجأ هنشوفه شو قلته صح ولا لا اللي قال صح السلام فيه ناس قال صح شايفها هو اعلان الحمال بريطانية على مصر لانه لما اعلانوا الحمال بريطانية خلاص كان الاول مفيش حماية كان معتمد السؤال اللي بعده ايا من الشخصيات الاتية التي دفعت سمن استفاف الدولة العثمانية ضد انجلترا في الحرب العالمية الاولى فهمتوا السؤال ما تبصوش على اجابات فهمتوا السؤال مين الشخص اللي دفع سمن استفاف كلمة استفاف يعني وقفت في صف دول عثمانية وقفت في صف في المانيا ضد انجلترا طب مين بقى اللي اتضحى بيه مين اللي انضر من الموضوع ده مين مصطفى كامل انضر كان مات مصطفى كان الله ارحمه كان 1908 توفي طب حسين كامل ده انضر ده بقى سلطان طب احمد فؤاد ده بقى سلطان وكمان يبقى مين لا طبعا الاجابة عباس حلمي دي سؤال تاني الاجابة عباس حلمي عباس حلمي التاني هو اللي انضر لانه هو تعزل طيب السؤال اللي بعده اجبرت بريطانيا الشعب المصري على تحمل ويلات حرب لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل في ضوء العبارة دي ايه صور التعسف السياسي اللي فردته انجلترا على مصر التعسف ايه السياسي اه خلي بالك فيه اقتصادي فيه عسكري لا انا اقصد سياسي هحط دايرة على كلمة السياسي عشان اقارف اجاوه يا ترى منعنا يا قاد الجامعية التشريعية استلاع القطن المصري رفع اسعار الحبوب مصادرة الموايشي واضح قوي السياسي فيهم يعني مولي استلاع القطن السياسي لا طبعا اقصادي حبوب وما ليه السياسي اهو منع العقادة الجامعية التشريعية اللي هيتم مثل زي مجلس الشعب اللي هي من ينبون عن الامة تبع الانجليز عدة اجراءات عنيفة في مصر اثناء الحرب العالمية الاولى في ضوء العبارة السابقة اهمية مصر لبريطانيا يا ترى اهمية مصر لبريطانيا اثناء الحرب اكتر اهمية استفادت منها بريطانيا استخدمت قوة مصر العسكرية هتقول لي اه مش جندوا المصريين في مدينة القتال كان يدهم مش كاقوات مقتلة كان يدهم يخدموا الجيش الانجليزي يناولوا ما ادفع يعملوا كده لكن ما يحربوش يبقى ما ينفعش مورد غذائي هام نشوف كده مصدر مهم لمورد طاقة احنا كنا عندناها بترول ولا طاقة داعم قوي سياسيا احنا داعم قوي الانجلترا ما دعمناش سياسيا يبقى مورد غذائي ليه السلع المواشي والمحاصلة الزراعية والحبوب ويرتفع اسعار السلع والوقود والمواصلات هي مورد غذائي خدوا السلع وخدوا القمح وخدوا الحبوب بحجة انهم في حرب يبقى الاجابة زي ما انتوا شايفين مورد غذائها بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى سقطت فكرة الجامعة الاسلامية اللي اطلقها السلطان عبد الحميد الثاني وبدأت تظهر وبرزت مكانها فكرة الجامعة المصرية فعهد مين فكرة الجامعة المصرية فعهد مين ظهرت بعد الحرب بعد الحرب مين كان ماسك مين كان ماسك احمد فؤاد الاول او بنقول عليه فؤاد الاول اللي هو كان حاكم المصر فؤاد الاول اللي حاكم انا قلتلكم اكتبوها من 17 ل36 يعني حرب خلصة 18 قال خطيب الامة والمحامي القبط الكبير ماكرم عبيد كلنا عارفينه كلمته المشهورة نحن مسلمون وطنا ومسيحيون دينا هو كان مسيحي اي الثورات التاريخية الاتية التي جسدها معاني المقولة السابقة ايه المقولة يعني ايه الثورة اللي بتجسدها فكرة ان احنا مسلمون وطن كلنا مسلمين في الوطن واحنا مسيحيين في الدين صورة القاهرة الاولى لا دي كانت كلها ما كانش فيها مسلمين ومسيحيين الصورة العربية صورة العسكريين صورة 19 صورة يوليو طبعا واضح انها صورة 19 اللي جامعت المسلمين ومسيحيين في بوطاقة واحدة لكل صورة ايقونة ايقونة عن رمز شعار تميزة عن غيرها وايقونة صورة 19 هي حدوث تطورات مختلفة في الجوانب مصر اخطر تطور حصل في مصر كان في انا جانب حاجة كده تطورت في مصر السياسي ثقافي الاقتصادي الاجتماعي واضح قوي تطور كان حصل في المرأة يبقى ايه المرأة اللي خرجت لأول مرة في مظاهرات وصورات الاجتماعي اثر اعلان الدولة العثمانية الدخول في الحرب العالمية الاولى ضد انجلترا بشكل كبير على وضع مصر والنهب لكده السياسي اوه السؤال ده حلو قوي وده سؤال الحلقة ومش هجاوب عليه انتو اللي هجاوب عليه وده هيبقى تكريم للناس اللي هتجاوب عليه وتبعته من اهم مظاهر الوحدة الوطنية اشتراك المرأة في المظاهرات مشاركة العمال والطلبة والافندين هم المثقفين في الصورة هنقتر واحدة من دول السؤال تاني واضح اهم مظاهر الوحدة الوطنية في الصورة 19 عالم الصورة ولا اشتراك المرأة في المظاهرات ولا مشاركة العمال دي سؤال الحلقة في سؤال تاني في الحلقة سطر الازهر الشريف حتاريخا حافلا بالوطنية من خلال تنبيه مطالب الشعب واصبح صوته الناطق ودليل ذلك ما حدث فيه صورة القاهرة الاولى وصورة 23 يوليو ولا الصورة العربية وصورة نوفمبر 35 فاكرنا 35 اللي قبل المعادة ولا صورة 19 وصورة القاهرة الاولى ولا صورة يوليو 52 وصورة 25 يناير 2011 الازهر كان ليه دور في صورتين واحدة من دول صورتين شوف الصورتين اللي حصل فيهم والازهر كان ليه دور وحددهم وبعت لنا الاجابة اه عايز اقول لكم كم حاجة كده اولا احنا هنعيد الفيديو ده مرة واثنين هنقرأه هنحل اه كتير عليه ونصيحة حله من مصادر متنوعة من مصادر مختلفة متحلش من مصدر واحد حل من كذا مصدر اه التنوع اه حضر لنا اسئلة وبعتها لنا اه احنا طبعا في الصرح العظيم في حزب الوافد هنا وفي قناة الوافد الجميلة اللي بتخدم كل المصريين اه عايزين يبقى في مشاركة اي حاجة صعبة ابعتها لنا هنجابلوكو عليها مرة جاء ان شاء الله بإذن الله باعدكم بحلقة فيها اسئلة كتيرة تطابق نموذج الوزارة هنقدم الفصل الرابع في المراجعة عامة شاملة ان شاء الله قريب شكرا لكم كان معكم سامير شهلا برئيس ختم التاريخ شكرا لقناة الوافد التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة